موسيقى موعد ورابع الإخبار اهلا بكم مشاهدين الكرام البداية بالحدث الكروي العالمي فبعد الحفلة المميز لبطولة كأس العالم 2022 الذي احتضنه أمس ملعب والبيت بالعاصمة القطرية الدوحة أكد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون عبر حسابه الرسمي على تويتر عن افتخاره بنجاح دولة قطر الشقيقة في تنظيم افتتاح العرس الكروي العالمي حيث كتب يقول من حق قطر الشقيقة أن تفخر بنجاحها الثابت في تنظيم نسخة 2022 لكأس العالم ومن حقنا أيضا أن نفخر بتمثيلها الرفيع لأشقائنا العرب وكسبها الرهان ألف مبروك لأخي سمو الأمير تميم ولكل الشعب القطري هذا وانضلقت أمس بطولة كأس العالم بالدوحة القطرية بحفل مميز احتضانه ملعب البيت وسط حضور رسمي لضيوفي الشرف من قادة ورؤساء الدول يتقدمهم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقبل حفل الافتتاح وبصالون القاعة الشرفية لملعب البيت كان لرئيس الجمهورية لقاءات جانبية عديدة مع قادة وزعماء عرب حيث التقى السيد الرئيس أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني المناسبة كانت فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بالشقيقة قطر كما كان لي السيد الرئيس محادثات جمعته بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي السيد الرئيس تناول مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واقع العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين وخلال حفل الافتتاح وعلى المنصة الشرفية كان لرئيس الجمهورية محادثات جانبية مع ولي عهد المملكة العربية السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبح كما كان لرئيس الجمهورية لقاءات مع شخصيات من عالم كرة القدم على هامي شيحة في الافتتاح المنديال حيث التقى كلا من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللعب الدولي الفرنسي السابق لكرة القدم يوري جوراكاين هذا وعبر رئيس الجمهورية عن فخره واعتزازه بمستوى تنظيم دولة قطر واحتضانها لهذا الحدث العالمي لها تنظيم رائع من أرواع ما يكون عالمي أقل ما يقال أنه تنظيم عالمي يشرف دولة قطر شقيقة ويشرف العالم العربي كذلك وفيه أقوال وأقوال وأقوال خليهم يتكلموا خليهم يتكلموا هذا هو هذا الكلام اللي كنت نقوله يعني هذا لب الملاحظة أن اليوم نفتخر نفتخر كدول عربية بشيء لوصلت له المستوى لوصلت له قطر في تنظيم احتفالية عالمية مثل هذه لملايير الأنظار منتفتة إلى قطر اليوم شيء عظيم تنظيم جيد لا غبارة عليه لا غبارة عليه الباقي يدر وكل كله دين نعمة محسود مثل ما يوقع إن شاء الله إن شاء الله نتمنى فقط أن الفرق العربية الدول العربية في مستوى الكوروي توصل يوم من اليوم إلى نفس المستوى يعني حتى نحلم نحلم أننا نرى يوم من اليوم دولتين عربيتين في النهائي كأس العالم إن شاء الله برلمانيا نستقبل اليوم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل بمقر المجلس وفتا عن حركة حماس الفلسطينية يقوده رئيس مكتب الأسرة والجرحة في الحركة زاهر جبارين وبالمناسبة جدد جوجيل تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية فيما حي رئيس مكتب الأسرة والجرحة في حركة حماس جهود رئيس الجمهورية المبدولة لصالح القضية الفلسطينية وهو ما أكدته مخرجة القمة العربي الأخيرة المنعقدة بالجزائر نحن سعداء بحضورنا بثلة من المجاهدين لهذا البلد المجاهد المناضل الذي عرف بتاريخه حتى قبل الاستقلال بدعمه لأبناء شعبنا الفلسطيني وهنا أهم قضية تم طرحها ونقاشها والحوار بها هي قضية المصالح الفلسطينية التي طرحها ورعاها الرئيس تبون مشكورا ونحن نواصل كحركة بإذن الله عز وجل كل الطرق والسبل لأجل إنجاح هذه المصالح الفلسطينية رغم العديد من العقبات لكن بفضل جهود الرئيس تبون بإذن الله عز وجل سوف نحقق هذه الوحدة لأنها من مصلحة الوطن العربي والإسلامي ومن مصلحة القضية الفلسطينية وهي قوة لأبناء شعب الفلسطيني ولا يفوتني هنا أقول بشكل واضح نحن في الحركة ضد عدوان التطبيع على أمتنا العربية والإسلامية ولن نقبل من أي شعب ومن أي دولة هذا التطبيع تحت أي مبرر من المبررات ونثمن موقف الجزائر والرئيس تبون بهذا الموقف المشرف للأمة العربية والإسلامية وبارك الله فيكم استقبل اليوم رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج بمقرأ المحكمة رئيس المجلسي الشعبي الوطني إبراهيم بوغلي والوفدة المرافقة له وذلك في إطار التوقيع على اتفاقية تعاون بين المحكمة الدستورية والمجلسي الشعبي الوطني الاتفاقية المواقعة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسة في سياق تبدل الخبرات والتكوين لأعضاء وإطارات وموظفية الطرفين لسيما في مجال القانون الدستوري والقانون البرلماني وتكوين فرقي بحث مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المحكمة الدستورية وكذلك المجلس الشعبي الوطني مهما تعدت المصطلحات الخاصة بعلاقات سلطات والهيئات والمؤسسات فالهدف واحد لأنها كلها في النهاية تنتهي إلى سلطة الدولة لبسط سيادة القانون فالفصل بين السلطات في الأصل هو تحديث الصلاحيات لكي تطلع كل سلطة بمهمتها التي حددها الدستور ولكنها تصب في معين واحد وهو التكامل وهذا التكامل يتحقق عن طريق التنسيق والتعاون وهو الذي نحن بصد التأسيس له بالنسبة للمحكمة الدستورية تسعى بكل إمكانياتها في نشر الثقافة الدستورية وعبر مختلف المجالات ومن بين هذه المجالات الاتفاق أو اتفاق التعاون بين مختلف المؤسسات بغية التعاون في هذا المجال نشر الثقافة الدستورية والعمل على خدمة المواطن والحفاظ على حقوقه وحرياته استقبل السيد الفريق أول السعيد شنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي استقبل مدير الشركة السربية يوغو أمبورت يوغو سلاف بيت كوفيتش خلال هذا اللقاء الذي حضره ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد السربي أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة تقدم التعاون العسكري بين البلدين وبحث سويا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر والارتقاء به إلى المستوى المأمول وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية بمجلس الأمة سمعت اليوم الرجنة وشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي استمعت لعرض قدمه وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي يوسف شرفة حول نص القانون المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي شرفة أكد أن نص القانون يهدف إلى تكريس حق استفادة الموظفين أو المتعاقدين الإداريين منتسبية الوظيفة العمومي من عطلة لإنشاء مؤسسة وذلك في إطار التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية استقبل وزير والتجارة وترقية الصادرات كمرزيق بمقر الوزارة نظره وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزاف سيكيلا حيث بحث الطرفان سبل التعاون والشراكة بين البلدين في مجال التجارة وترقية الصادرات أطرفانك كدعا ضرورة البلوج إلى منطقة تبادل الحر جزائر الدولة بمرتبتها الثالثة أكبر اقتصاد في بلدان أفريقيا تستاهل بالتأكيد أرقام أكبر من الحجم التبادلي ما بين تشيكيا والجزائر فنحن نتمنى أن مستقبلا سنعمل سوية على ازدياد هذه الأرقام بحيث أن زيارتي هذه تأتي بمصلحة الطرفين إن شاء الله تفقنا مع بعض على أن تكون رؤية رؤية استشرافية ومستقبلية خاصة أن تشيك الآن تترأس الاتحاد الأوروبي تكلمنا طرق وسوب التطوير العلاقات التجارية البينية ومجالة الاستثمار خاصة أن نرفحنا صناعة تشيكية صناعة قوية والجزائر تمثل سانحة لإخواننا المستثمرين تشيك للولوج إلى الاقتصاد الجزائري ومنها انطلاق نحو المنطقة الأفريقية الحرة مع بعض قام اليوم وزير الصحة عبدالحق سيحي بزيارة تفقدية لولاية بومردس ومعينة مشاريع ووضعها حيزة الخدمة حيث سهلت زيارة بالوقوف على عدة مشاريع قطاعك بالاستعمال الرقمي لوسائل المستشفى التقاليد القديمة التي كانت تسير بها المستشفى انتهت ثم أن التسير في مجال الاستعجالات الذي سيكون تقريبا بعد ست أشهر بعد افتتاح المستشفى ستكون عن طريق الرقمنة يعني كل المسائل المتعلقة بتكفل بالمريض وبملفها الطبي وبعداجاته وكلها تكون عن طريق الرقمنة وهذا الشيء ستتميز به مدينة بومردس أكد وزير التعليم العلي والبحث العلمي كمال بداري أمس من عين الدفلة ضرورة مواكبة الجامعة لتطور لتصبح قاطرة للتنمية والرقي الاقتصادي والاجتماعي من خلال جعل الطالبي المتخرج مدرا للثروة ومناصب الشغل الاطلاع عن مختلف المشاريع سواء كانت في المجال الخدماتي أو في مجال التكوين والتعليم العاليين في مجال التكوين والتعليم العاليين الذي زرناه اليوم هو يتمثل في مشاريع تخرج الطالبة في إطار ديبلوم جامعي شهادة تخرج جامعية شهادة ستارتاب أو تحقيق مشروع ستارتاب وبالتالي سيمكن هذا المشروع من أن يكون الطالب باحث عن مناصب الشغل خالق لمناصب الشغل أكد وزير الصناعة أحمد زغدار من ولاية تمستغانم أن الصناعة الكهربائية المحلية سمحت بتعويض الوريدات بما يعادل مليار دولار فصل اثنين زغدار وخلال افتتاحه لأشغل الملتقى الوطني الخاص بالفعالية الطاقوية في الإنارة حيث شركات المنولة حث شركات المنولة على اقتحام عالم الصناعة الكهربائية لما تضمانه من نجاعة اقتصادية المزيد مع مختار مذكور مصابح عالية الجودة تعني الإنارة بأقل التكاليف ومن دون تأثير سلبي على البيئة معادلة يشتغل عليها خبراء الطاقة الذين استعرضوا بالملتقى الوطني الموسوم بالفعالية الطاقوية في الإنارة العمومية بمستغانم آخر ما استجد لضمان انتقال طاقوي ناجح نسبة الآن استعمال الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية على مستوى الإنارة العمومية الآن يصل حتى 7 ميجاوات يعني آلاف الإنارات العمومية الآن تعتمد على الطاقة الشمسية الهدف من هذا الملتقى أننا الآن ربحنا رهان الكام الآن كيف نربح رهان الكيف الإنارة العمومية تكلف جماعات المحلية حوالي 60% من الفاتورة التقاوية نربح 50 مليا من هذه الفاتورة باستبدال الإنارة العمومية واستبدالها بإنارة عمومية أكثر ناجعة المشاركون أهابوا بحزمة الإجراءات المتخدة فيما يخص ضمان جودة الإنارة العمومية باستحداث تكتل لصناعات الكهربائية نحن اليوم وصلنا واحد القناعة أن الشي ما يستورد من الخارج ما هو ينتج في الجزائر يحتاج إلى مرافقة مرافقة بماذا؟ بالمعايير لدينا كل مقاومات وإن شاء الله سنة 2023 سوف تكون باب أولاً للدخول إلى أسواق أكبر أسواق وعدة وفي نفس الوقت التقليص قلصنا حوالي 1.2 مليار دولار فيه إمكانيات كبيرة ترشيد سهلاك الطاقة وإحلال الإنارة الحديثة بدل الكلاسيكية يعد إحدى أولويات الجهاز التنفيذي على المدايين القصير والمتوسط أفادت نشرية خاصة للدوان الوطني للأرصاد الجوية أن عدة ولايات من غربي وسط وشرق الوطن ستشهد هبوب ريح قوية تكون من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 60 إلى 70 كم في الساعة وستصر أو تتجاوز أحياناً 98 كم في الساعة ومصحوب أحياناً بعواصف وهذا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية الساعة التاسعة من صباح يوم غد الثلاثة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لتفايد لأمن المقاطعة الإدارية الشرقة من توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائياً في عدة قضاياً تتعلق بالاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية والمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وحيزت أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي لبث الرعب في الوسطى الحضري تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لتفايد بأمن المقاطعة الإدارية الشرقة من توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم تتراوح عمارهما بين ثمانية عشر واثنين وستون سنة في قضية الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية والمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة حيزت أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي لبث الرعب في الوسطى الحضري في قضية الحال تحت الإشراف الدائم المستمر لنيابة المختصة إقليميا تم حجز 37.436 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 10 مليون سنتيم جزائري 12 سلاح أبيض محظور من مختلف الأنواع والأحجام وصفات طبية بعد استكمال إجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا دوليا وفي الشأن الصحراوي تعرضت ناشطات حقوقيات صحراويات بمدينة العيون المحتلة إلى اعتداء وقمع من قبل شرطة الاحتلال المغربي ضمن سياسات الإجرام التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الصحراوي المناضل والتي تتعرض وكافة موثيق وعهود حقوق الإنسان هذا ودعا المرصد الصحراوي لحقوق الطفل والمرأة دعا الأمام المتحدة إلى إفادة لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال الصحراويون في الجزء المحتل للصحراء الغربية من قبل المغرب من خلال تعرضهم لشتى أنواع التعذيب والتوقيف التعسفي والاختفاء القسري حيث لم تسلم منازل المناضلين وعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون المغربية ولا المؤسسات التعليمية لم تسلم من حصار وقمع القوات المغربية أمام أنظار الأطفال القصر وفي المغرب يعيش المواطنون واقعا أثقل كاهلهم حيث لم يجدوا أذنا مصيغة لمشاكلهم وانشغالاتهم وكذغلاء في المعيشة مما زاد من احتقان الأوضاع والتساع دائرات الاحتجاجات وهو ما ينبئ بانفجار اجتماعي وشيء هذا ما أكدته الأمينة العامة للحزب الاشتراك الموحد في المغرب خلال مشروع قانون مالية 2023 والذي وصفت محتواه بالأوهام في ذل سيطرات الأقلية على الثروة وانتشار الفساد في فلسطين المحتلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام حي الهدف بمدينة جينين فيما اعتقل أربعة آخرون في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اختماعي در الموعد الإخباري مشاهدين نلتقي مجددا في تمام الخمسة ترجمة نانسي قنقر